قلب اللوز الجزائري هو سلطة الميدة في شهر رمضان لا نقدر نعقبه رمضان بلابيه لغيز وصوص يراه يتهدر غير عليه هذي وصفة فلان هذي وصفة فلان الوصفة الأنجح ها راح نبدي لك الوصفة انتاع يشوفوا كيفاش يخرج مع السل ترتربع كيسانتاع سميد يكون خشين لغونار غوس اللي راهم في الجزائر يشريو سبيسيال قلب اللوز ديري في السنواء لازم ديري سبعة كاكة لازمش يتباسي ان سنتيمتر هذي معروف زيديلو زوج كيسان انتاع السكر زيديلو لعباني حركي حتى تدخلي هذك السكر مليح ومبعد زيديلو قرصان مليح هذك الكاس بتات عمريه نص سمن ذايب وبارد وهنا لازم تبسي مليح هذك السمن اقدرته في الروبو عاوني شوية روك تشوفيه بنتي بسي دا ما عندك ش هذا الروبو بسي بيدي عمرت الكاس غير بانتاع الماء كملتو ماء الزهر راني نرش جاع هذي لا كونتيتي دربة واحدة غير بشوي يوم بعد حركوه وهنا لازم نعجنوه نحكوه 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 واحد عشر دقائق عاوت ترجعتو لبيتخا حتى ولليها كابيان لازمي حتيتو دونزين باط جاكوه نحكوه نحكوه نبغنا بالنوية حتى شرابه تعمل الناس في الليل لازم تجرب كمسان تاع سكار 5 كمسان تاع الماء فضل لديه اون ترونج دو سي ترون 15 دقيقة وحيث نحسب ثم نزيد واربع سنة مع العماس هذا معروف نخليها تبرد لازم نحط الحاشو ونزيد طبقة واحدة اخرى ونزيد تبقى ونزيد تبقى ونزيد تبقى واحدة اخرى ندهنه بالسمن ثم نضعه في الفوق على 200 درجة أعمل الأطراف خرجوه و ندهنه بالملاح بكمية من السمن ثم نضعه بالفوق حتى يحمر بيام بيام على 200 درجة و بعد مهاتف خرجوه و سجرب للمشربة و بعد مهاتفه و يوم الافترات اشتركوا في القناة